اشتركوا في القناة جدا في المراجعة لما تيجي تراجع تلاقي المنهج كله عبارة عن اربع فيديوهات تتفرج عليهم بسرعة ان شاء الله يبقى تلميت كل افكار الجرامر اللي موجودة في المنهج طبعا دي مراجعة نهائية يعني انت بتاخد الفيديو بسرعة عشان ننقل افكار اللي ممكن تيجي في الامتحات وبعد كده عاملك فيديو لقواعد الجرامر القديمة اللي هي اصلا مش في المنهج بس ممكن تيجي في الامتحات غير فيديو لحروف الجر اهم حروف الجر والتركبات اللي ممكن تيجي لك في الامتحات يبقى انت لو تبعت معايا السلسلة دي ان شاء الله باذن الله اي فكرة هتجي لك في الامتحان هتلاقيها موجودة عدت عليها اهم حاجة تفرج بالراحة تركز كده شباب طبعا ما تنساش ان انت تشاير لكل زمائلك عشان كله استفاد عايز ان نوصل لأكبر عدد من الطلبة اللي كله استفاد من السلسلة دي فربنا يكرمكم ان شاء الله والمحن يجي كويس وتبقى مراجعة مفيدة نسمي الله ونبدأ مع بعض كده الشباب نبدأ نراجع الجرامر بتاع طبعا يونيت 1 كان فيها 3 دروس جرامر بدأنا بزا باست سيمبل تنس زمن الماضي البسيط بسرعة سنة تالتة الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل تمام اهم حاجة اللي ممكن يجيلي في الامتحان ان هو الباست سيمبل ممكن يعبر عن عادة في الماضي عاف لما يجي يقول لك في الامتحان ايمن يجوالي يعني عادة عادة ايه في الماضي ايمن يجوالي is based in the street when he was young لما كان صغير زمان كان متعود يلعب في الشارع بس اخترت ايه يبقى ايه اللي مطلوب منك السنة تالتة لو لقيت يا ابني كلمة يجوالي او always او everyday او a lot اي حاجة بتعبر عن عادة في الماضي اي حاجة بتعبر دي عادة في الماضي تختار past symbol ماضي بسيط ما تنساش اني كان فيه كلمة اسمها used to اعتاد ان بيجي بعدها ال infinitive المصدر بس when i was young i used to واخترت بعدها المصدر لو حبي لعبك في الامتحان هيجيب لك سنة تالتة used to he used to play in the street هو كان متعود يلعب في الشارع زمان but now بس دلوقتي اذا ما قال لك now تقول he doesn't تختار he doesn't تختار دلوقتي he doesn't a clever student but now he اختار isn't عشان دي كده يا شباب verb to be طيب ممكن برضو اعبر عن العادة باستخدام حاجة اسمها was in the habit of was in the habit of طبعا هي was aware مفردة وجمع بتسوي كلمة was accustomed to كان معتاد على لو جالي في الامتحان was in the habit of او was accustomed to اختار بعدهم الverb plus ing يبقى he was in the habit of smoking اختارنا بعدهم ing يجي ينفع نعبر عن العادة بكلمة اسمها no longer mister يعني no longer no longer يعني لم يعود خلاص بطل بس دي بيجي بعدها present simple مضارع بسيط بس برضو بتعبر عن عادة في الماضي يعني الراجل ده خلاص he no longer لو جاب لي يا شباب no longer اختار smokes فيها اس المضارع هي اختار مضارع بسيط دي بتخلي بالك he no longer هو خلاص ما بقاش اختار كلمة اسموك ممكن يا شباب يقول لك he doesn't smoke ممكن يا ابني يجيب لك هو doesn't smoke ما بقاش دخل تختار انت كلمة اسمها any longer او كلمة اسمها anymore يبقى انا ممكن اعبر عن العادة في الماضي باكتر من طريقة لان ما جيب past simple الماضي البسيط على طول هي usually played لان ما use the to المصدر was in the habit of او was accustomed to verb plus ing no longer اختار present simple مضارع بسيط ما تنساش ان احنا لو جينا قبل use the to وحطينا شباب am او is او are use the to دي كده معناها معتاد على دلوقتي am is or use the to معناها معتاد على او ممكن اجيب get use the to بس دي بيجي بعدها نون او يجي بعدها verb plus ing دلوقتي عادة دلوقتي الراجل ده he is a pilot هو طيار يبقى he is use the to flying متعود على الطيران ing ممكن يا سنة ثالتة بدل is use the to ممكن اقول حاجة اسمها gets use the to معتاد على برضو اجيب نون او ing خلي بالك ان am is or plus use the to plus ing عدد الوقتي تم انا ممكن اجيب بدل am is or اجيب حاجة اسمها وزوير use the to كان معتاد على في الماضي بس برضو دي بيجي بعدها نون اس او يجي بعدها ال verb plus ing فتخلي بالك يا شباب من الكلام ده مهم جدا am is or get used to بيجي بعدها نون او ing طيب عندي تاني يابني في المراجعة بقيتنا السريعة حتة كده جمل بتيجي مع النظام الجديد لو جيال لك في الامتحان هنا سنة ثالثة اس بيس كار ار اتشيب ادام اجاب جمع هنا يا ابني يبقى بيكلم على العربيات عايزوا للعربيات المستعملة ما لها بتكون رخصة دلوقتي يعني كلمة مستعملة يبقى مستعملة العلوات المستعملة يوز دي انما لو كان جابها مفرد يبقى مجرد بالعربيات هو عايز يقول استخدام السيارات استخدام استخدام فخلي بالك هنا العربيات المستعملة استخدام السيارات اسمها استخدام 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 البسيط طبعا زي ما كلنا عارفين يا شباب ليه كلمات دال مشهورة جدا زي yesterday ago last once in the past once upon a time when i was young just now للناس الشطرة بتعبر على المواضي البسيط طبعا النفي بنفي بكلمة didn't يبقى لازم هجيب بعدها الانفينياتيف المصدر لو السؤال did الفاعل هجيب بعدها الانفينياتيف المصدر طبعا لو عايز اجيبها جماعة عايز اجيبه بسف بجيبه زوير لو جاب لي جملة في الامتحان قال لينا مثلا our school مدرستنا 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 من خمس سنين فاتت مدرستنا was built اتبنت يبقى ده كده الباست سيمبل الماضي البسيط يونيت وان كان فيها تاني يا شباب كان فيها درس اسمه زباست زمن الماضي المستمر وزوير بلاس الفير بلاس اي جي ده الماضي المستمر لو لقيت في الامتحان his best football at seven o'clock yesterday هو كان بيلعب كورة الساعة سبعة مبارح بص السنة ثالثة كلنا عارفين ان yesterday لوحدها بتعبر عن الماضي البسيط انما لو جبت معاها all day yesterday طول اليوم مبارح او yesterday morning او yesterday evening او جاب لي ساعة محددة يبقى الراجل ده مبارح was playing كان بيلعب كورة ماضي مستمر الساعة سبعة مبارح او all day طول اليوم كان بيلعب يبني ده كده ماضي مستمر طبعا كلنا عارفين ان ال past continuous في قاعد مشهورة جدا اشارها قاعدة while بينما اللي هي بتسوي as او just as وينفع تسوي when كل ده معناه بينما while بيجي بعدها past continuous الماضي المستمر الحدث اللي كان مستمر لو في حدث قطعه يبقى ماضي بسيط لو في حدثين واحد قطع التاني يبقى ماضي مستمر ماضي بسيط while i was reading وانا عملا اقرأ في الكتاب زلاية وين تقويت النور قطع حدث كان مستمر عندما قطعه حدث اخر طيب ما تنساش اني ممكن يجيب لك while حدثين محدش جي جنب التاني يبقى يبقى while ماضي مستمر والنحة التانية ماضي مستمر ما تنساش المعلومة المشهورة بتاعتنا اني لو ملاقيتش فاعل بعد الروابط يعني لو جاب لي while من غير فاعل في الامتحان اجيب الفيرب plus ing طيب في كلمة مشهورة يا شباب اسمها during بيجي بعدها يبني نون اسم during the film اسناء الفيلم during the match اسناء المتش تخلي بالك ان في كلمة اسمها working hours ساعات العمل ما تتخذعش بال ing ساعات الزيارة بتاخد برضو كلمة during عند يا شباب قعدة اسمها قعدة وين طبعا وين لها كذا قعدة بقى احنا استغالين وين ممكن تساوي while باست continuous باست simple طب هي ممكن تيجي عكس وين ماضي بسيط ونح التانية ماضي مستمر وين شي كول لما هي اتصلت كنت انا وين في النص نفس الكلام بعدها ماضي بسيط وين لها ماضي مستمر جملة المشهور يا ابن بتاعتنا كنت بتعمل لما اتصلت بيك ماضي مستمر ماضي بسيط من الحاجات المهمة في قعدة on on يا شباب بيجي بعدها الفير بلاس ing on بيجي بعدها الفير يعني بس كده on walking جاي بعدها ing طبعا الماضي المستمر من القعدة السهلة جدا جدا البسيط بتاعه بنجيب وزوير plus being plus participle وزوير وبين وتصريف ثالث بس هم حاجة بقى فاهم ان الجملة في الماضي المستمر بس بس كده انا استعار عربيت اخوية بينما عربيتي بتتصلح يبنى عندي ويل عايزة ماضي مستمر ومبني مجهول بينما عربيتي وزبين جريبير بتتصلح ماضي مستمر مبني مجهول طبعا الباست كنتين واسا شباب لو جيف الامتحان كل الفدسه هو فيه ثلاث افكار اللي لازم تخلي بالك منهم اول فكرة انه يجيب لك جملة بالمعنى يعني بالمعنى السنة ثالثة يعني مجيب لكش قعدة بص المعنى كده انا مقدرتش اسمع التليفون او في الماضي ليه بقى اصلا كنت بلعب في الحديقة هنا مفيش قعدة يا ابني اونا ليه ما سمعتش اصلا اي ووس بلايينج اصلا كنت بلعب في الحديقة يبا ويل جيب بعدها او هنا معنى الجملة ليه ما سمعتش اصلا كنت بلعب يبا ده ماضي مستمر الفكرة التانية بتاعتي انه ممكن يضحك علي في الامتحان ويجيب لي قعدة ويل اي انا عارف ان ويل عايزة بعدها ماضي مستمر بس انا شاطر وعارف ان في افعال لا تأتي في زمن مستمر في افعال المشاعر وافعال الحواس وافعال التفكير وافعال الامتلاك ومعن يبا 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 عشان ما ينفعش ده يجي في الافعال ما يجيش في زمن مستمر زي كلمة يبدو ما ينفعش الويل بينما هي وصيمن ما ينفعش اسمها في انجلسي كده ويل هي سيمد اجيب بعدها باست سيمبل ماضي بسيط طيب الفكرة التالتة وين وي وير ان الكس لما كنا في اسكندرية اي سبيس ان زا سي افري دي كنت بعم في البحر كل يوم في ناس اي وز سويمينج او وير سويمينج طعم لو كان هنا جماعة وي نحن وكن قلنا هو او لا انا لما كنا في اسكندرية انا او احنا جماعة كنا بنعمل كل يوم دي عادة في الماضي عادة في الماضي يبقى كمة السوام لما كنا في اسكندرية انا كنت مقوم في البحر كل يوم عادة في الماضي يبقى سوي. طيب عندنا في اللون دي كان فيه زمن تاني اسمه باس بيرفكتنس. احنا خلي بالك دي كنبيلت الجرامر. عايزين في فيديو واحد اللي ميلك ربع المنهج. منك كله في اربع فيديوهات. يبقى انت رفرقت عليهم يبقى الانجيزي كله معاك. فانت بتراجع معاك بسرعة. الباس بيرفكت الماضي التام بيكون من هاد ومعه تصريف تالت. هاد وتصريف تالت ده زمن الماضي التام. دايما الماضي التام بيبقى فيه حدثين في الماضي او تلاتة. اللي حصل الاول اللي تم الاول هو ماضي تام. وده يفري معاك لان فيه جمل كتير بتحل بالمعنى. عايز اكتركز معايا يا ابن ما اقول لك كده بص. بعد ما انا زاكرت الدروس بتاعتي. يبقى انا الاول وبعد كده. فانت فيه جمل بتجي لك بالمعنى مفيش قاعدة. لازم تراه في محمد الروحة كده. بقول لك اي كودينت كاتش زا ترين. انا ملحقتش القطر. طب ليه ملحقتوش شبا? لاني وين I arrived at the station لما انا وصلت المحطة كان هو مشي. طب مستر انت ملحقتش لانت لما وصلت كان هو خلاص مشي. يبقى هو كان هادلفت. يبقى هنا يا جماعة ماضي تام لاني لما انا وصلت هو كان مشي. غير لما اجاول لك وين I woke up لما انا صحيت لما انا صحيت ولدي مشي. فشوفته. هنا ماينفعش هادلفت. انا بعدما صحيت ولدي مشي شفته يبقى اختار بس صورة جماعة هنا ما فوته يبقى بس انا لما صحيت والدي مشي بعدها يبقى ليفت يبقى هنا يا شباب هنا ماضي بسيط لان انا بعد مصحيت والدي مشي فالمعنى هنا مهم طبعا الماضي التام باسهل حاجة في القواعد بتاعته كلنا عارفين قاعدة افتر هي هي قاعدة اس ون اس هي قاعدة وين ماضي تام باس بيرفكت باس سيمبل ماضي بسيط افتر اي هات فنشد اي وين توبت طيب افتر جاد في النص يفضل بعدها ماضي تام قبلها ماضي بسيط افتر من غير فاعل اي حاجة خدناها من رابط دول من غير فاعل بنختار الفيرب بلاس اي نجي يعني هسلبت افتر هي اذا يا جماعة جايلي افتر من غير فاعل ادم افتر من غير فاعل يبقى افتر ووتشينج اختار بعدها اي نجي ما تنساش ان في قاعدة مشهورة اسمها قاعدة هافنج يعني بعد هافنج بيجي بعدها التصريف التالت على طول ادي يا شباب هافنج بصولتي هافنج فنشد بعد ما خلصت فانت لو لقيت في الامتحان الجملة فيها هافنج وجاي بعدها نقط بتختار تصريف تالت هافنج زكي بعد ما وجد المفتاح يبقى هافنج فاوند زكي هتخلي بالك بس انه ممكن يجيب لك هافنج بسف بقى لو جابالك مبني مجهول هافنج زباس بعد من كتب فلو انت عايزها مبني مجهول بتختار بين وبعد كده تصريف تالت يعني هافنج عايزة تصريف تالت على طول لو جات مبني مجهول يبقى بين وتصريف تالت طيب قاعدة بيفور يا شباب قاعدة بيفور يا بني بتساوي قاعدة اسمها بايزا تايم بتساوي قاعدة وين عكسة افطر بقى ماضي بسيط الاول وبعد كده رجالة ماضي تام ممكن انت بقى تكمل يعني هي لو جات في النص بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي تام لو بيفور جات من غير فاعل اي ان جي زي ما قلنا قاعدة وين بتمشي مع كل حاجة ممكن تمشي عكسة افطر ماضي بسيط ماضي تام ممكن تمشي يا شباب زي افطر ماضي تام ماضي بسيط ممكن تمشي حدثين ماضي بسيط ماضي بسيط من القواعد المهمة جدا قاعدة اسمها قاعدة تل وانتل حتى كلنا عارفين ان تل وانتل دايما يجوا في النص ودايما يجي بعدهم باس بيرفكت ماضي تام يبقى بلهم مين ماضي بسيط بس غالبا بيبقى منفي عشان المعنى يبقى ماضي منفي اللي هو ديدنت والمصدر يعني خش الامتحان ادي تل او انتل وجاي بعدهم ماضي تام اختار ماضي بسيط منفي ديدنت والمصدر لو في الامتحان ما جاب لكش ديدنت والمصدر هتلاقي كلمة اسمها ودنت والمصدر لو ما فيش ديدنت يا شباب ينفع ودنت والمصدر طيب عندي تاني يا شباب ما تنساش يا ابني انه ممكن يجيبها باسف بارجع تاني واكد ان المبني المجهول ده محتاج تركيز ممكن يجيبها يا سنة تالتة باسف لان فيه ناس بتمشي بالشبه فيه ناس عارفة انه عن تل بيجي بعدها ماضي بسيط او قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام فيخش الامتحان ما يراشي الجملة اول ما يليها انتل ديدنت قلاو هو مين يا ابني ديدنت قلاو راجل ده لم يسمح له معنى الجملة فطورة التليفون لم تدفع ما تدفعتش النار محد اشتفاها فانت بتعفل باسف ده بس هو لم يسمح له هي وزن تالاود ده ماضي بسيط منفي ماضي بسيط منفي بس ما ابني المجهول هو وزنت او ويرنت وزنت او ويرنت ومعنى الباست بارتسبه لتصريف تال طيب من القواعد المهمة جدا عندنا قاعدة شباب اسمها اتووز قولي وين اتووز قولي وين دي بيجي بعدها ماضي تام ذات ماضي بسيط اتووز انتا انتل اتووز انتا انتل ماضي تام ذات ماضي بسيط انت بتراجع ده الفيديو اللي انت بتفرج عليه قبل ليلة انتحان يعني كل كان ده انت عارف انت بفتكر بس القواعد المهمة اللي موجودة عندك في الملك طيب في عندي تانية شباب في عندي قاعدة مهمة جدا اسمها قاعدة نو سنر اللي احنا كلنا عارفين معناها بالعربي لم يكن وعارفين ان نو سنر لما بتيجي كابتال كده بيجي بعدها ماضي تام عادي زي افتر ماضي تام بس في صيغة سؤال يعني صيغة سؤال يا سنة تالتة يعني بحكس يا ابني ما بجيبش الاول الفاعل بجيب هاد قبل الفاعل يعني نو سنر دي لازم هاد واد الفاعل وتصريف تالت وفي النص كلمة اسمها زان ماضي بسيط نو سنر ماضي تام بس صيغة استفهام عكس تجاه هاد الاول وبعد كده الفاعل زان ماضي بسيط زي اها بالضبط هاردلي او سكيرسلي او بتاتة دول نفس القاعدة بعمل مقص بجيب صيغة استفهام بس في النص كلمة اسمها وين يبقى نو سنر عايزة زان هاردلي وسكيرسلي عايزة وين طيب في عندنا يا شباب لو لقيت طبعا كلمة باي كلمة باي عندنا في الانجلش معها اي حاجة دل على الماضي بختار زمن ماضي تام كان ده مهم جدا باي مع اي زمن دل على الماضي بختار زمن ماضي تام طيب في عندي ساعات بيجيب لي تلت ازمينة في الجملة تلت احداث بس كده فساعتها لو جاب لك افطر او جاب لك وين او جاب لك اس ون اس التلاتة دول هيجي بعدهم باست سيمبل ماضي بسيط والتاني ماضي بسيط واللي حصل الاول ماضي تام يعني بوس كده وديهم حتاجة تركيز على فكرة لان بوس افطر علي ريتيرنت بعد ما علي رجع البيت ادي ريتيرنت هي ديسكافرد هو اكتشف ادي ماضي بسيط برضو يبقى ادي كده ماضي بسيط ماضي بسيط اكتشف ان هو ايه ان هو كان هاد بوت اشترى زرونج بوك الكتاب الخطر يبقى افطر او قاسه ناس هنا ماضي بسيط ماضي بسيط والاخيرة ماضي تام طبعا الباسف بتاعه بعمل ايه شاب بزود كلمة بين زهوس افطر زهوس بعد ما المنزل ادهن يبقى هاد بين بنتد هاد بين بنتد اهم معلومة في الماضي التام ان ممكن يجي اي قاعدة من قواعد الماضي التام ماضي بسيط ماضي بسيط لو ما فيش ماضي تام عادي جدا او الافطر اهي بعد ما خلص المدرسة هي شو ين التحك بي الونيفورزيو يبقى انت مفيش عندك فكرة موجودة يا شباب في يونيت وان الا ما شرحنا لك قدامك دلوقتي كل قواعدات ازمينة بتوع يونيت وان باست سيمبل باست كونتينوز باست بيرفك بكل افكارهم احنا كده شرحناه فنخش بكده بنروح على يونيت تو دلوقتي الشباب هنكمل مع بعض يونيت تو بسرعة كده يونيت تو حلوتها اني فيها درس واحد بس زمن المضارع التام بسرعة كده كلنا عارفين ان المضارع التام هزا ارهاب لس باست بارتسم هزو 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 تصريف تاني دايما بنستخدمه لما يكون عندي حدث وقع منذ وقت قصير حاجة لسه خلصامة انا لسه حالا I have just closed the door لسه حالا قفل الباب I have just closed the door المضارع التام بنستخدمه لما اجعبر عن حدث بدأ في الماضي ولا زال مستمر تعايش هنا بالك ادي انا عايش هنا بالك عشر سنين ادامة لسه موجود يبقى انت بدأت من عشر سنين يبقى ده مضارع تام عاف لو عزلت روحت حتة تانية يبقى possible ماضي بصير فتخلي بالك عشان الكلام ده بيجي في الامتحان لو جاب لك جملة وقال لك دلوقتي I have lived in Cairo انا عايش في القاهرة 14 years ادامة قال I have lived ده مضارع التام اهو يبقى الراجل ده بدأ من عشر سنين ولسه موجود امه لو قال I lived بس عشت زمان يبقى الراجل ده عزل راح حتة تانية فانت الجمل هتجيلك بالمعنى والدي شغال في الشركة ده بقى له عشرين سنة وهو بيحب وظيفته يبقى هو لسه فيها يبقى هو has worked تبقى هو اشتعل في الشركة ده 20 سنة ودلوقتي هو متقاعد يبقى هو worked اختار ماضي بسيط بس فالجمل اهي عاشوا في اسكندرية سبع سنين طب دلوقتي يبقى اختار في الامتحان lived بس امه لو كان قالي ده هم عاشوا في اسكندرية سبع سنين وستيل لسه عاشين هناك يبقى كنا اختارنا حاجة اسمها have lived طيب ممكن يعبر عن حدث وقع في الماضي وخلص بس اسره لسه موجود ودي بتيجي جمل كتير خلي بالكو يا شباب يجيب لك جمل الاسر the streets are with الشوارع مبتلة خلاص انا ديليا خلاصت مطرة وانا خلاصت بس ليتي الشوارع مبتلة ليتي الاسر لسه موجود يبقى اتهازرند مطرت مضارعة تام اتهازرند فلما بيجي لك جمل زاكية في سنوية عامة عايز واحد شاطر لان هنا مفيش كلمة دلة بالمعنى بس كده I can't call my parents انا مش عارف اتصل بوالدي لبقى عشان I space my phone ضيعت التليفون لازم اقول I have lost ليه يا شباب I have lost لان انا هنا حدث وقع وخلص بس اثروا لسه موجود بنستخدم البرزم بيرفيك لما اجسأل واحد عن خبرته بس كده واحد وانت ركب طيارة قبل كده وانت عملت حاجة دي قبل كده I have you ever seen a life اهم حاجة في المضارع التام الكيوردس الكلمات الدلة اشهر كلمات دلة شباب just already ever when ever yet since before lately or recently so far up till now through out ages or through out history over the years it's the first time بتحفظ الكلمات الدلة ابني خش الامتحان اختار مضارع التام بص الجزء اللي تحت ده اللي هو من اول اه so far up till now through out ages over the years كل الكلام ده مفيش شرح كل ما طلوب منك بس تلاقي كلمة دلة من دول تختار present perfect مضارع التام فالكلام ده ما عايز واحد شاطر او ما تلاقي واحد دول يا ابني تختار مضارع التام اي كلمة دلة من دول تخش الامتحان تختار مضارع التام علي has watched it for film السوف طب بالنسبة بقى اللي هما just already just already انا يهمني بيقو فين في الجملة دايما يا سنة تالتة بيقو في النص بص I have just closed as I do I have already دايما بيقو في النص just already دايما بيقو في النص بين has و have وتصريفته الا الجملة اللي هتجي لك لو جالك واحد مستغرب سؤال كده مستغرب have you finished your work is best هو انت خلصت شغلك you are very fast دا انت سريع قوي في ناس متعودة ان دايما في اخر السؤال بختار yet بس دا مش بيسأل دا واحد مستغرب ايه دا وانت خلصت شغلك بسرعة وانت خلصت شغلك بجد بالفعل دا انت سريع قوي انت دايما بيتدهشني فلما تلاقي جملة الاستغراب دي تختار كلمة already هو انت خلصت شغلك بأخلاف عندما تتفهم هنا have you finished your work already وانت خلصت بالفعل you are very amazing دا انت مذهل جدا في عندي كلمة ever دايما بتيجي في السؤال لما اجأس الواحد سؤال have you ever traveled to aswan عمرك سفرت aswan دا سؤال طبعا ممكن يقول لي يساو نو ممكن في النفي اجيب never اقول له no i have never انا عمري ابدا كذا فتخلي بها جماعة دايما ever في السؤال never في النفي فخلي بهاك من الكلام ده بسأل بever انما never في النفي في الجملة بتاعة اللي يا جماعة الصفات اقول لك i have never met انا عمري ما قابلت ابوس i have never met عمري ما قابلت a clever boy ولد شاطر زي مين زي عمر يبقى عمر دا يا شباب هو the cleverest boy هو امهر ولد هو داي ابني i have never met انا قابلت تاني في جملة الصفات لو بدأ الجملة هتبدأ i have never met عمري ما قابلت ولد شاطر زي عمر يبقى عمر دا هو اشتر ولد i have ever في الاخر تختار كلمة ever انت مش مطلوب منك تحول يا شباب انت مطلوب منك لما يقول لك ايه في المتحان صفة من الدرجة التالتة this is the most exciting film دا اكتر فيلم شيك تختلي في الاخر i have ever watched فالكلام دا مهم جدا يا شباب عندنا طبعا كل الناس عارفة ان كلمة yet دايما بتيجي في اخر الجملة المنفية she hasn't arrived yet او تيجي في اخر السؤال يعني اما يكون اخر سؤال لما يكون اخر جملة منفية برضو lately و recently بيجي في اخر الجملة يعني كلمة lately مؤخرا و recently حديثا بيجي في اخر الجملة بس زي yet يعني مشارط يكونوا منفية زي yet طبعا جماعة في معلومة مهمة جدا هنا لازم تعرفها بالنسبة للكلمات الدلة على المضارع التام ان ممكن نفس الكلمات دي تتحول تبقى كلمات دلة على الماضي التام لو رجعت الجملة الماضية ماذا ما اقول مثلا it's the first time هنا يا جماعة it's the first time ده اول مرة i have مثلا ever met علي ام الله قلت it was the first time ده كانت اول مرة it was the first time ده كانت اول مرة i had مت علي انا قبلت علي فاختار هنا ماضي تان ممكن نقول لك مثلا i didn't want to eat انا ما كنتش عايز اكل i didn't want to eat ليه لاني كنت i had already i had already eaten my lunch كنت خلاص تنولت الغدى بتاعي فلو الجملة الاولى ماضي التانية هتبقى ماضي تاني عشان ده جي زياف محيط تجريبي ولعبطت ناس كتير لما قال لك مثلا انا دلوقتي i didn't see انا ما قبلتش مثلا او i lost اخر مرة i مت علي ده انا قبلت علي last week قبلت الاسبوع اللي فات هو قبلته في الماضي i is based him انا ما قبلتوش since منذ وقال لك 2005 2005 فطبعا الطالب اللي متعود يا ابني على since هو مش مركش على دماغه هو عارف ان since دي قال لك تحت i haven't met ولا i hadn't met ففي ناس كتير يا سنة تالتة متعودة من since خلاص مضارع تام haven't met ماشي بس الجملة الاولى انا انا قبلته خلاص قبلته لسبوع اللي فات انا ما كنتش قبلته من قبلها بقى من سنة كذا يبقى i hadn't met فنفس الكلام ده اللي احنا بنسميه كلمات دل على المضارع التام لو حولتها الماضي يبقى بتيجي مع زمن الماضي التام طبعا اهم حاجة في اليونت دي واكتر حاجة فيها شغل هو since وفور يعني اكتر حاجة انت تهميني تبقى عارف اللي بيجي مع since ولي بيجي مع فور ليه التاريخ i haven't seen علي since ادي يا جماعة 1995 اي تاريخ ياخد since مش تاريخ بس اي اسم شهر ابريل ماي ايام الاسبوع فرايدي مادي last week last month اي حاجة فيها last since morning after اجزاء اليوم كل ده يا جماعة بياخد since since summer since winter فصول السنة since 3 o'clock من الساعة 3 since yesterday day since 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 the age of five since his arrival since childhood كل ده بياخد since يبركز التواريخ اسام الشهور احنا بنراجع ايام الاسبوع اي حاجة اي حاجة فيها اي حاجة فيها اجزاء اليوم كل ده بياخد since اماليا مستر الغلبانة دي اللي اسمها فور قال لك عم فور دي بس دايما يجي بعدها حاجة محددة فترة محددة فور ايير بالي سنة فور how جمعت ثري يير فور او فور ويكس فور امان سيكس من ادي ثري دايز امين 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 اي بص حاجة معدودة بص في منها مفرد وجامع كده تاخد فور طيب اللي بيعمل لغبطة فور زالاست ويك يبقى هناك كان في لست بس هنا ثلاث ساعات فور a long time فور a short time فور as long as i can remember كده بياخد فور فخلي بالك الشواء كان ده مهم جدا للناس المتفوقين في عندك بعض الحاجات الجديدة كده جماعة فيها شغل حاجات بقى صعبة شوية يعني في عندنا حاجة جديدة اسمها ثنس ثري يير ز اجو انا متعود دي فترة بس لو حط في الاخر اجو احط يا جماعة ثري يير ز اجو بتاخد ثنس ثري يير ز اجو ثنس ز لاست ميت اخر اجتماع ز لاست فيلم اخر فيلم عدم هنا يا جماعة ز لاست ميت او ز لاست فيلم آه سنس زن في حاجة في جي اسمها سنس زن من ساعتها مفيش حاجة اسمها فور ويجيب لك الجملة اصلا باست سيمبل ماضي بسيط هي بكيمة دكتور هو اصبح طبيب ويجيب لك تاريخ اي طالب مش مركز هيلاقي تاريخ يختار سنس اصلا ده مش مدارعة تام ده ماضي بسيط هي بكيمة دكتور تختار ان وتختار هنا كزو في قعدة جماعة السنس كلنا عارفينها ان سنس دايما بيجي قبلها مدارعة تام تمام ايه تجاب بعدها شباب جملة سنس بيجي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط يبقى سنس قبلها مدارعة تام انما بعدها ماضي بسيط و اي هافنت ميت هم سنس هي وينت ادي ماضي بسيط في عندي حاجة اسمها اتس الفترة سنس ماضي بسيط طبعا يهميني تبقى انت عارف ان اتس دي تنفع اختصار دي الاس عادي جدا او ات از او ات هاز بين فاتس الفترة سنس ماضي بسيط اهم هاجة ان بعد سنس تختلي ماضي بسيط كلين يا رجال اخدنا يبني الفر بين كلمة اسمها هاز جن عايز تصحصح معاي هاز جن وهاز بين هاز جن يعني ذهب لمكان ولم يعود لما قولك عالي مش هنا يبقى هو هاز جن تو الكس راح اسكندري هو لسه مرجعش يبقى هاز جن تو طب راح مكان ورجع يبقى هاز بين هو رجع مبارح يبقى هاز بين تو الكس ده هو كان في اسكندري يبقى لك الراجل مش هنا يبقى هاز جن تبقى راح ورجع يبقى هاز بين تو في حاجة جديدة نزلة دلوقتي اسمها هاز بين ان والدي في المستشفى مالو ثلاثة اسابيع لسه هيخرج لسبوع الجاي يبقى هو في المستشفى ولسه هيخرج يبقى هاز بين ان طيب البسف بتاعه هاز وها هاز وها ومعايا بين وتصريف ثالث معلومة كده للناس الشطرة في زمن اسم المضارع التام المستمر المضارع التام المضارع التام المستمر مشهور بكلمة اسمها فور وبعد كده الفترة وبعد كده ناو طبعا برضو جماعة مشهور بكلمة all all day all week بنختار مضارع التام مستمر المضارع التام المستمر بنستخدمه ليعطاء سبب لفعل في المضارع لو انا عندي حاجة في المضارع وعايز اقول سبب او تفسير يعني بص كده ملابسي متسخ ليه بقى متسخ عايز اقول السببب عشان كنت منظف في الجراش لما بجيب لك جملة مضارع وجول السبب بجيب مضارع تام مستمر تخلي بالك من حاجة لو جاب لك في الجملة عدد مرات حدوث الفعل لو لك الفعل حصل كم مرة والدي سافر للخارج تلات مرات هنا يا شباب ادام اجاب لي عدد مرات حدوث الفعل استخدم مضارع تام ما ينفع شي مضارع تام مستمر الحاجة التانية افعال المشاعر والحواس والتفكير والامتلاك ما بتجيش مستمر انا امتلك هذه السيارة بقى لتلات سنين ناو هي فور الفترة ناو دي كلمة دلة على المضارع التام المستمر بس كلمة يملك ما بتجيش مستمر يبقى يهف هاد بس مضارع تام يبقى لقدامك ده شباب جرامر بتاع كان زمن يبني المضارع التام والمضارع التام المستمر عامل لك برنامج مكسف جرامر كله بتاع الانجليش بقوله لك بطريقة مختصرة يخليك تلمي المنها كله طيب اناو دلات الشباب هنكمل مع بعض جرامر يوني تري درس جرامر مهم جدا ضمائر الوصل درس من الدروس المتوقعة تيجي في الامتحاد لازم تبقى عارف كل ضمائر الوصل واستخدام طبعا كلنا عارفين كمة هو اللذي او اللتي للعاقل يستخدامين ممكن تحط مكان فاعل او مفعول عاقل يعني عسبين المثال صديق المراسلة بتاعي اللي هو عاش في السودان او في السويد يبقى صديقي اللذي هو اللذي يعيش يبقى كمة هو هنا هي البنت هو هي هو البديل بتاعها ذات عادي يعني اي جملة فيها هو ممكن نستخدم مكانها ذات بس لو في كمة شايف كمة صغارة دي لو في كمة كده يا شباب ماينفعش او الزات غلط النوع اللي في كمة ده مايجيبش ذات انما هو ده صديق اللذي يعيش يبقى هو هي دي البنت هو او ذات عادي خلي بالك ممكن اجيب لك جملة مكان مفعول يعني شرط مكان فاعل يعني ممكن لك مثلا اي سو زابوي انا شفت الولد اللي انت ضربته يستردي لما اجي اقول الولد هنا عاكل بس خلي الولد اللي انت ضربته ده مفعول ينفع برضو كلمة هو عادي وينفع البديل بتاعها ذات عادي يبقى هو بتمشي مكان فاعل او مفعول عاكل في عندي شباب واحد اسمها يابني هوم كمة هوم بقى لا هوم ما بتجيش غير مكان مفعول عاكل بس هوم ما بتجيش امه غير مكان مفعول عاكل يعني بص كده هي دي البنت اللي هو انقذها البنت اللي هو دي الفاعل هو انقذها يعني هي مفعول يبقى ينفع هو عادي او هوم وينفع هو وينفع ذات يعني لو مفعول عاكل ينفع ثلاثة هوم او ذات او هو انما الفاعل يعني مثلا زا بوي الولد عاكل اهو الذي سرى المال الولد الذي سرى هو اللي سرى ده فاعل يبقى ما ينفعش غير كمته او ذات بس عشان او ذات او هوم عادي طيب اكتر حاجة تهميني هنا اني لما بيكون في كمة ما بينجيبش ذات الحاجة التانية حرف الجر لا يأتي حرف جر ما بيجيش قبله ولا حرف الجر يا ابني بيجي قبل ذات فلما تلاقي في الامتحان عاكل اول ما تلاقي عاكل في الامتحان وجنبه حرف جر كده ما ينفعش غير هوم بس هيه يا جماعة خلي بالك الوحيد اللي ياخد حرف جر هي كلمة هوم عندي سنة تالتة كلمة اسمها ويتش وخلي بالك يا ابني ان ويتش دي تيجي معا الغير عاكل فاعل او ما فالبص او رفلات شقتنا ويتش از التي تكون انزة فيفس الشقة غير عاكل التي تكون يبقى ويتش خلي بالك هي ويتش بتساوي ذات بس احنا اخدنا معلومة مهمة جدا ايه هي النوع اللي فيه كمة ده ما ينفعش ذات انما لو جاب لك غير عاكل قال لك مثلا this is the article هو ده المقال غير عاكل اللي علي كتبه ينفع عادي جدا ويتش وينفع ذات البديل بتاح يبقى لو انت عندي حاجة غير عاكل وعايز الشباب ويتش ماشي مش موجودة يبقى البديل ذات بس لو فيه كمة ما ينفعش ذات طب ايفت جاب لك يا شباب وجاب لك حرف جر قال لك مثلا ويفاوين دي زاباج احنا وجابنا الشنطة ويفاوين دي زاباج ان اس بيس يوبوت زا ماني اللي انت وضعت فيها الفلوس خلي بالك ان الشنطة غير عاكل وليت في الاختيارات جاب لك ويتش وجاب لك ذات تمنت خدت معلومة بتقول ان لا يأتي حرف جر قبل ذات يبقى ده ما جاب هنا يبقى لازم اقول ان ويتش يبقى الطالب اللي زاكي اللي مركز معايا جماعة الطالب الزاكي اللي مركز معايا مع العاكل اي انسان عاكل في حرف جر يبقى هوم مع الغير عاكل اي حرف جر يبقى ويتش بس خليبك من حاجة بقى لو لقيت كلمة اول في الجملة الاولى يبقى لازم تاخد ذات لقيت اني لقيت وان سم افريثينج يبقى ذات قولي مني ماتش في يو كل ده بياخد ذات يعبوش كده اي جيفهم اول نيوس كل الاخبار يبقى لازم اختار ما ينفعش نويتش بقى عشان فيه اول هو ده زا اول بيوب اللي هو ده التلميذي الوحيد ذات لازم اختار ذات لو لقيت صفة من الدرجة التالتة الصفة اللي فيها استي هو ده زا طول استيمان يبقى تختار برضو كلمة ذات يبقى الحتة دي عايزة زكاء شوية حاجات دي حفز بتاخد ذات فيه اسلوب بيبدأ بحاجة اسمها ات از او اتووز يعني يقول لك ايه اتووز اجرهام بيل اتووز اجرهام بيل تختار برضو كلمة ذات الاسلوب ده بياخد كلمة ذات وبردو استخدم ذات لو الاسم عيد على عاكل وغير عاكل يعني جتلك جملة جتلك ايه هيروت اباوت زا من هو كتب عن الرجال انزابوكس والكتب فطب ما انا هحط ضمير واصل على مين الكتاب يحط ذات يحط يا جماعة كلمة ذات طب اكتر حاجة تهمني ودي متوقعة تيجي في الامتحان اني ويتش ممكن تعود على جملة كاملة يعني خبايا جماعة ممكن هنا يجيب لك في الامتحان ضمير واصل مش عاد على كلمة معينة يعني يقول لك ايه you won the first prize yesterday انت كسبت الجايزة الاولى مبارح is this made me happy الذي جعلني سعيد يبقى هنا يا جماعة ايه اللي جعلني سعيد ان انت فزت بالجايزة الاولى يبقى which made me happy صح صحونا بمعين وركز ده سنوية عامة ليلة الامتحان مجمعلك الجرامر كله عايزك تفو وانت تتفرد ما تزهقش وركز كده وخلي عل الصوت وفرج على الفيديو سرعة عشان تنجز المنهى الكل طب من اكتر الحاجات المهمة في الدرس ده انه which هي اللي بتاخد يا جماعة قبلها حرف جر فانت بتيجي في الامتحان تركز بقى قال لك دكتور عيشة راح ات ميتنج اجتماع الاجتماع ده ات ويتش اللي فيه ويفاون او احنا وجدنا او احنا رحنا اجتماع هي كتبت مقالة اللي فيها يبقى in which لو عايز تجيب حرف الجر مظبوط تشوف الجملة اصلها النحة التانية حرف الجر بتاعها ايه يعني الراجل ده اتكى بخطأ اس بيس هي شود ابل جايز يعتزر طب ما كلنا عارفين ابل جايز فور ات يعتزر عنه يبقى لما شل دي يبقى حط حاجة اسمها فور ويتش مثلا راجل ده اسكت مية كويشن سألني سؤال اس بيس اي ريبلاي تكويكلي ريبلاي تو يبقى هنا تو ويتش الراجل ده بيقولي ان هو مشغول اس بيس هي منت اللي هو بيقصد مين باي يبقى باي ويتش يبقى دايما تشوف الجملة التانية هم بيتكلموا في سبجيكت موضوع اس بيس اي ام انترستد انت راجل شطر وعارف ان انترستد ايه انترستد ان يبقى اشتب دي يبقى حط حاجة اسمها هنا ان ويتش فاهم ازاي هو ده مثلا الموضوع اس بيس يو شود ارجيو فور يعني ارجيو فور يجادل من اجل يبقى هنا حط حاجة اسمها فور ويتش يجادل ضده اجين ستويتش ابلاي فور يبقى فور ويتش اس بند اون يبقى اون ويتش يبقى دايما خبايا يا جماعة بيشوف حرف الجر كان تكملت الجملة وتختار حرف الجر مع ويتش ممكن يجيب لك مع عاقل يعني ده هو تكلم بطريقة وحشة للمدير اس بيس هي شود ابلوجايز ابلوجايز لما بيجي بعدها شخص بتاخد حرف الجر تو يبقى تو هوم تو هوم عشان هنا عاقل انما لو غير عاقل بيبقى فور ويتش فالحط ده شباب مهم طيب عندنا واحدة اسمها هوز للملكية ودايما هوز يا ابني بتلاقى بلاها فيه اسمه بعدها اسم يا دايما تلابوس كده اينوزا ابوي انا عارف الولد اس بيس فازر اللي والدو بصينا الولد بصينا والدو يبقى هوز فازر هي حتى مع الغير عاقل هي دي القطة اس بيس تل دلها يبقى هوز تل فاهمة تلاقى لك الولد وبعدها عجلته يبقى هوز بايك البنت اللي اخوها هوز برازر دايما بعد النقط فيه اسم هي تركتها الكلمات اللي لها معنايين يعني دريمز دي تيجي بمعنى يحلم واحلام بليز يعني يلعب ومسرحيات ويركس يعمل واعمال ادبية او هندسية ليفز يعيش وحياتهم استي يقيم واقامة لايكس يحب والحاجات يبيحبوها فانت رجل شاطر في سنوية عامة لو جاي فعل خلاص يبقى هو ووركس الذي يعمل هو بليز الذي يلعب انما لو جاي اسم يبقى هوز بليز مسرحيات فانت الممرضة التي تعمل في هزي المستشفى يبقى هو ووركس التي تعمل انما الكاتب اللي اعماله الكاتب اللي اعماله بتتكلم على الفقراء يبقى هوز ووركس اعمل فانت بتبص الشباب ان كان اسم ولا ضمير في عندي واحدة اسمها وير كمة وير يبني حيث للمكان ادامة بوصف اللي بيحصل فيها زيس الزهاوس هو ده المنزل وير ويليف حيث نعيش خلي بالك حاجة مهمة جدا لا يأتي حرف الجر مع وير ولا قبلها ولا بعدها يعني هو ده المنزل ويليف ان بنعيش فيه شاف لو في ان دي غلطة مستر يبقى اختار اجيب حاجة اسمعه ويتش ويليف ان او حط ان هنا يبقى ماينفعش وير لازم اجيب ويتش يبقى لما اجيب مكان واوصف حاجة بتحصل فيه هو ده المنزل حيث نعيش يبقى وير روحنا اسكندرية حيث وقضينا اسبوع يبقى وير انما جبت حرف الجر قبلها او في الاخر يبقى جيب كلمة ويتش طيب برضو خيبك ممكن اجيب لك مكان ممكن اجيب لك مكان اقول لك مثلا this is the house هو ده المنزل space i boot اللي انا اشتريته هنا ما بوصفش حاجة بتحصل فيه ده هو ده المنزل اللي انا اشتريته يبقى فيه حاجة اسمها ويتش i boot ويتش i boot اللي انا اشتريته فممكن يبقى المكان يا ابني اعرفه روحنا اسكندرية التي تكون which is التي تكون طبعا زي ما قلنا حرف الجر ممكن اشيل وير وحط طبعا حرف الجر مع which يعني this is the house in which اللي فيه we live او which we live in طيب في عندي حاجة اسمها when بتيجي مكان زمن هو ده اليوم when عندما we don't go to school قدام يا جماعة جملة فيها زمن بجيب كلمة when طب برضو نفس الكلام لو جاب لك حرف جر في الاخر هنا او قبلها هنا ما ينفعش when طبعا اليوم هياخد حرف الجر on عشان الايام بتاخد on يبقى هنا حط which او اجيب هنا حاجة اسمها on which عشان ده يوم بياخد on الشهر بقى والسين تاخد in in which او which in حرف جر فخير بقى يا جماعة الكلام ده مهم جدا في عندي واحد اسمها what بيتجيش كتير يا ابني بس وانت عارفها بيجاب لها فعل I don't know انا مش عارف what he want so I see I can't find what I need وفي واحد اسمها why لماذا بتيه بالمعنى tell me the reason or the reason why you are late فدي بتيه كده طبعا من اهم الحاجات الموجودة يا شباب حسف ضمير الوصل وانت تريبا عندك ثلاث حالات لحسف ضمير الوصل اول حالة لما يجيب لك يا ابني مكان مفعول الجملة التانية يعني كلمة who أو which أو ذات مكان مفعول الجملة التانية بص كده this is the man هو ده الراجل who I met اللي انا قبلته فهنا هو جاي مكان مفعول الجملة التانية قد الفعل انا قبلته ممكن ما اكتبهاش يبقى زيس الزمان I met على طول فلو جاي لك في الاختيارات في الامتحان السماعية عامة قال لك I like انا عجبني I like زاد رس انا عجبني الفستان is based yesterday عجبني الفستان اقول لك which you bought it اللي انت اشتريته yesterday ولا you bought بس فتخلي بالك يا سنة تالتة ان الناس كتير هتشوف يا ابني الفستان هتلاقي الفستان غير عاكل رح مخترع which بس الفكرة ان في which you bought it ازاي جاب which وما شلش ايه ما دي مكان دي مفروض يا ابني يفروض يتحط مكان دي يبقى دي غلط مفروض الفستان which you bought بس من غير ات طب هو ما جابش في الاختيارات تحت which you bought فهنا which ينفع تتحزف ما انت اللي اشتريته يبقى you bought بس يبقى هو which وهوم لو جايين مكان مفعود الجملة التانية ينفع تشاله ينفع تالعج طيب ممكن نحزف ضمير الوصل ويكون الفعل بعديه مبني للمعلوم لما بيكون الفعل البعديه مبني للمعلوم باشتب كل الكلام ده واجيب ING بس يعني ما اقول لك مصلا people who play in the street الناس اللي بتلعب في الشارع are noisy مزعجين فانت هنا يا ابني الناس اللي هما بيلعبوا في الشارع ممكن ما اكتبش دي عادي بس خالباك ده فعل مبني للمعلوم يبقى people playing in the street فدي من الحاجات الصعبة اللي عايزة واحد شاطر لو دخلت في الامتحان لقيت جملة شباب فيها ضمير وصل وفيها ING تركز بالراحة عشان ممكن يبقى الجملة دي من حسف ضمير الوصل وتخلي بالك يا ابني هلعب معك في حاجات صغيرة يقول لك بص زامان اس بيس زيس باس الراجل اللي بيسوه الباس ده اس ماي انكل هو عمي يقول لك زامان هو درايف ولا زامان ويتش درايف ولا زامان درايف هكس في حاجات دي انت خلاص بقى تفرج قبل الانتحان ايه اللي بيحصل اني طلبة كتير هتلاقي زامان عاكل تختار هو درايف تقول لأ الراجل ده مفرد لو عايز اقول زامان كنت مفروض اقول هو درايف كنت مفروض احطيت اس المدارعة اس المدارعة طب مفيش اس يعني غلط يبقى حزف هو حط ING يبقى درايفنج حسف ضمير الوصل وكان يبني الفعل بعدي مبني للمعلوم احط ING طيب لو جاب لك جملة فيها حسف ضمير الوصل واللي بعدها مبني المجهول بنشيل ونشيل كمان ونسيب التصريف التالت يعني بص الكتب ريتم بس كان اصلها ايه كان اصلها الكتب ويتش وريتم فدي هجيلك ازاي في امتحان هتليجيلك جملة يقول لك مثلا كارز يقول لك space in japan العربيات المصنعة في اليابان وتليجيلك في الاختعارات العربيات ويتش مثلا are making تقول له لا يا رئيس غلطة مستر ازاي العربيات ويتش are making ما are making دي يعني تصنع مفوض العربيات ويتش are made هي دي اللي جمع الصح ويتش are made التي تصنع في اليابان طيب مستر دي مش موجودة تحت ويتش are made دي مش موجودة قال لي خلاص شي الويتش وشي الار وحط بس العربيات مدن جابان المصنعة في اليابان طيب ما تنساش ان دمائر الوصل نوعين في نوع يا شباب ما ينفعش ان انا اشيل الكومة او ما ينفعش ان اشيله حاجة اساسية تعريفية المدارس بتاعنا اللي هو بعيش في القاهرة صبور جدا لو انا شلت دي المعنى بشايبان فما ينفعش اشيلها فالنوع ده ولا بنستخدم فيه كومة ما بنجيبش ولا كومة ولا قابلي ولا بعدي والنوع ده ينفع استخدم فيه ذات عادي انما لما جيب لك حاجة معروفة باريس وحطي لك معلومة اضافية which is very big دي لو اتشالت مش هتفري في المعنى باريس النوع ده كده بنسميه حاجة اضافية فيه قابلي كومة وفيه بعدي كومة عادي ويتشال عادي بس النوع ده ما استخدمش فيه زكت يعني ما تلاقي في محن كومة ما تجيبش زكت خذك المعام كامدة يبقى لما جيب لك حاجة معروفة يجيب لك مثلا my mother والدتي يقول لك my mother يبقى كي يقول لك مالدتي مثلا يجيب لك space يقول لك is kind طيبة فانت كده المعنى واضح والدتي طيبة يبقى لما جيب اختار اقول والدتي يحط كومة هو مثلا likes music لازم اختار يا ابني النوع اللي فيه كومة لاني لو شلته المعنى فضل زي ما هو طيب فيه اسلوب كده اسمه يا ابني what really او زي سينج زات واجيب هنا is واجيب زات يعني لك what really and noise his teacher what really اللي بجد بيدا مدرسين بتوعه is that اني is that he comes late the thing is that a noisy teacher is that he comes late فيه حاجة برضو هم افتكسوها كده جديد حاجة اسمها which is where هي هي كلمة which is when اللي هي هي كلمة when يبقى تاني grammar unit 3 ضمير الوصل من grammar الصعب عايز تركيز جامد جدا قلت بقى عارف الاسم ضمير الوصل عيد على ايه ركز على الكلام ده مهم جدا بذات which العيد على جملة كاملة دي مهمة مش عايز على كلمة معينة عايز على الجملة كلها ركز على حسف ضمير الوصل وتبعارف التلات حالات اللي بنحسف ضمير الوصل لما يكون جايين مكان مفعول الجملة التانية او لما بيكون جاي بعدهم مبني للمعلوم بشتوبهم وحط في ING او لما يكون بعدهم مبني للمجهول اشتوبهم هم وفيربتو بيه اصيب التصريف التالت حالي حروف الجر اللي بتيجي مع which اجيبها ازاي الحاجات تيجي مع اول كل التركيبات لازم تركز على الدرس ده فده unit 3 ده الشباب هنكمل الجرس الاخير في الفيديو الاولاني اللي هو unit 4 الدرس بتاع distributives ادوات التجزيق بصوا الشباب الدرس ده بالذات من دروس الجرامر اللي عاملة مشكلة عند الطلبة كلها مفرد ولا جمع بتكلم عن واحد ولا اتنين ولا اكتر من اتنين هلو قصدهم كلهم ولا بين فيهم فركز معي بالروحة كده احنا عندنا distributives فيه كلمة اول اللي احنا كلنا عارفين معناها كل خلي بالك اول ممكن يجي بعدها كذا حاجة ممكن تلاقي اول مسلا جي لك بعدها في امتحان اسم uncountable لا يعد لا اسمها الغير معدودة زماني زنيوز شجر ووتر لو لقيت في امتحان اول جاي بعدها اسم لا يعد تختار انت فعل مفرد يبصوا جمالة ما اقول لك كل الطعام في التلاجة طعام كلمة فوت الطعام لا تعد ماله بقى بص از اهي كل الفلوس ووز السلية يستر دي فدايما اول مع اسم غير تقول لما بيجي يابني اسم معدود غالبا طبعا جماعة لما بيكون الاسم معدود لما بيكون يا جماعة بيبقى جمع يبقى ينفعش لك مثلا كل الاولاد اكيد الفعل هيبقى جمع يعني كل الطلاب سعداء يبقى خلي بالك لما بيجي بعدها اسم يبقى الفعل جمع معلومة للناس الشطرة اننا سعد عندي يابني في الاختيارات كلمة وعندي حاجة اسمها يعني اختار بص يا شباب هو لو الاسم مكتوب على طول زي ما كنا كتبين كلمة هنا ولا في اشارة ولا في ملكية ولا في اي حاجة يبقى هنا غزبا عنك لازم تقول كل الطلاب كل الطلاب مفيش اختيارات في الحاجات اللي زي دي لما يكون الاسم مكتوب من غير اي ملكية او اشارة لازم ناخد كلمة اول انما لما اجا اقول لك مثلا these students او these books او مثلا my books يعني اجيب لك ملكية او اجيب لك اشارة براحتك بقى عايز تقول all بس عادي يعني all these books او ينفع تقول all of these books عادي يبقى طالب الشاطر مركز معايا براحنة انه لو في اشارة او في ملكية في اي حاجة محددات كده بين الاسم وبين كلمة all يبقى انا براحتي ممكن اجيب all بس او all of طالب يا جماعة لما بتكون كلمة مفرد وعايز اقول كل اللي احسن اجيب كلمة اسمها whole country يعني البلد كلها بس whole country البلد كلها دايما بنجيب قبلها ازاي whole country طيب سعب بنستخدم all بمعنى تاني all day all week all month ودما بيجي بعدها فترة الزمنية ما ينفعش رحط بقى اي حاجة ولا زاوة يازم يقول all day طول اليوم على طول كده all week ما ينفعش رحط معهم اي حاجة في كلمة اسمها شباب all of zim يعني مستر all of zim يعني جميعهم all of zim دائما جمع all of us كلنا دائما بيجي بعدها حاجة جمع في بغير الكزة شباب all of zim كلهم or all of us كده طبعا لما جا استخدم بعدها ضمير وصل احنا عارفين ان كلمة all دائما يجي معها ذات احنا قلنا كلمة حاجات اللي مشروط على ذات ان all تاخد ذات ما لو جاب all of بقى اه ماينفعش ذات لان ذات ما بيخوه بجيش قبلها حرف جر فساعدها بقى اشوف عيد على عاكل ولا غير عاكل لو عيد على غير عاكل اقول all of which طب لو عيد على عاكل اقول all of whom ان خبنا مع العاكل of حرف جر يبقى تاخد هم يبقى طبعا برضى جماعة من الحاجات المهمة في الدرس ده للناس الشطرة ساعات يجيب لك all of zim دي خلي بالك all of zim دي ممكن انا حطها حاجة من اتنين ممكن اقول z all او z all يعني كمة all of zim كلهم دي تنفع حطها حط مكانها z all او z all حسب هي جاية مكان فاعل ولا مفعول يعني بص ما اجا اقول لك ايه all of zim كلهم all of zim where in time كلهم كانوا في الوقت المحدد او في الوقت المناسب for the meeting فانت هنا فاعل هما كلهم كانوا فعشان ده فاعل يعني all of zim دي ممكن اقول z all عادي جدا اقول z all كلهم in where in time عشان جاية مكان فاعل انما لو مكان مفعول بص كده the teacher we're happy to listen to all of zim المدارس كان مبسوط يسمعهم كلهم all of zim هنا مفعول يبقى ممكن في الاخترات ما جيب ليش all of zim فيجيب لي حاجة اسمها zim اقول ليه عشان هما جاي مكان مفعول حاجة دي مهمة ولازم مركز عليه طيب عند الشباب كلمة اسمها يابني both عندي كلمة اسمها both وكلنا عارفين ان both بنستخدمها لما كون بتكلم عن حاجتين والاتنين معايا لازم يكون اللي اتنين معايا مستر i was hungry انا كنت جعان i ate اكلت مين both the egg and the cheese sandwiches كلا من صندوقش الجبنة والبي زمان مستر وانا زيار انا والكتابة تم الكتابة والكتابة حاجتين يبا انا كنت كويس في both reading and writing كلا من الكتابة والكتابة بس ما يبني كلمة both على فكرة ممكن ما اكتبلكش الحاجتين كده صراحة ممكن يخيك شغل دماغك يعني بص احمد والدين احمد تم احنا عارفين والدين دول اتنين يبا post احمد بص هند داي الاتنين هما داي اتنين بس قبل ما عدي الشارع بابص على post sides of the way جانبي الطريق لازم يكون حاجتين ونازم جمع جيش مع المفرد post هند or post بص احمد بص اجيب يا شباب لازم يكون جمع نفس الكلام في كلمة اسمع post وفي كلمة بص of خلاص انت عرفت اللعبة لو جاب لي الاسم مباشرة مفيش في اي محددات ولا زا ولا ملكية يبقى ما ينفقش لل post بس انما لو جيب مسلا قال لك post احمد زي كده يبقى ممكن اقول post او post of احمد لو جاب لي كلمة these يبقى post او post of these books مشي شباب يبقى موجود عزك تعرف انه قول post دايما بيجو بعد verb to be او بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي بس كده زي are post exhausted ادي جماعة verb to be او او اول هاي في verb مساعد ودي فعل رئيسي بيجو هنا جماعة بعد الفعل المساعد طيب في عندي تاني شباب عندي كلمة اسمها نيذر او نيذر ليه نطقين كمة نيذر نور ولا ولا دي بتنفي اتنين بقى يعني يكون عندي حاكتين عايز ولا دا ولا دا يعني وعي بقولك تشرب شي ولا قهوة انا اي انا محب شهو درينكس اي 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 انا هشرب نيذر وزمن ولا واحد فيهم خلي بالك انا بنفي نيذر هي نيذر ماتجيش في جملة منفية اي 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 اول هاذ انا هشرب نيذر وزمن فانت ما يجيلك في الامتحان اهو تي و كافي اي نيذر نيذر وزمن ليا يا جماعة نيذر لان انا هشرب ولا هشرب ده ولا ده لان انا ما بحبش اصلا فتخلي بالك نايزر هتلاقي الجمل كلها كده قولك I have two watches عندي ساعتين بط ولكن نايزر ولا واحدة فيهم شغالة عايز اقولك مثلا I have two photos on my brother's photo انا ليا صورتين في my brother's phone موبايل اخويا بط ولكن ركزة كمت بط ولكن I like بحب نايزر ولا واحد فيهم الحفلة دي فيه اتنين من رتبينها بط ولكن نايزر ولا واحد فيهم فدايمن السنة تالتة تلاقي اتنين بتكلم عن حاقتين لازم بكون محددلك حاقتين وتلاقي المعنى ولا ده ولا ده انا ولا هشرب شيء ولا قهوة يبقى انا هشرب نايزر بقى تنفي نايزر رفزيم خلي بالك يا شباب ان نايزر بيجي بعدها ساعات اسم مفرد يعني يقولك ايه نايزر انصر ولا اجابة is لازم يكون فعل مفرد نايزر درس ولا فستان is يبقى كمة نايزر دايما بعدها اسم مفرد والفعل مفرد انما لن يقولك نايزر اوف بقى اه لا رايز نايزر اوف لازم بقى اسمي جم او ضمير جم نايزر اوف زم ولا واحد فيهم نايزر اوف اس ولا واحد فينا وساعاته ينفع الفعل مفرد او جم يشوفينما كنا نقول نايزر درس لازم فعل مفرد انما نايزر اوف ينفع يجي بعدها يا ابني اسمي جمع الفعل مفرد او جمع بوش كده نايزر اوف ماي فرندس ولا واحد بين صحابي يبقى ينفع از او ينفع اوف طيب معلومة للناس الشطرة في كلمة نايزر نور لو دخلت الامتحان لقيت نايزر نور ربطة بين فعلين بيقولي نايزر علي ولا علي نور ولا هز فرندس اصحابه انا عايزك تعرف للناس الشطرة اذا ربطت نايزر نور بين فعلين فعل الجملة ده بيتبع الفعل الثاني يعني علي ولا هشتغل على اصحابه يبقى اختار كلمة اول اذا ربطت نايزر نور بين فعلين فاشتغل على الفعل التان طيب في عندي يا شباب كلمة اسمها اثر او ايثر اور يعني في نايزر نور وايثر او ايثر اور ايثر بيجي بعدها برضو اسمي مفرد بستخدمها للاختيار بين حكتين ده او ده تروح يا ابن اسكندرية او لا تروح اصوان يعني اس بيس بليس اي مكان فيهم اس نايز لطيف ماشي اي مكان لطيف فانا بخيرك يبقى اسمع اثر او ايثر بليس از نايز طيب العزو المكانين حلوين هول بوس بليس از ار ار نايز والعزو الولا مكان هول نايزر بليس انما اي مكان اختار يبقى ايثر برضو شباب خلي بالك بيجي بعدها اسمي مفرد اهو الفعل مفرد انما ايثر اوف جمع الفعل بقى الشباب ينفع مفرد وجمع طيب لما اجي حطها مكان نايزر نور زي ما قلنا يا جماعة مثلا بص بحي الجملة هنا منفية اي دي دين تلايك معقبنيش ايثر اوف زيم ولا واحد فيه اي دين تلايك ايثر اوف زيم طيب عندنا برضو ايثر اور بامشي مع الفعل التاني نفس الكلام بالزبطة شباب زي نايزر نور بامشي مع الفعل التاني معلومة كده زيادة بعيدة عن الدرس خالص ان كلمة ايثر او اثر تنفع شباب تيجي في اخر الجملة المنفية بمعنى ايضا كنا خدنا كلمة اسمها to في آخر الجملة المثبتة أو as well إنما الجملة المنفية أو either بص كده ولا isn't at school ولا مش في المدرسة طب منا كمان ومروة كمان isn't either مش موجودة أيضاً في الجملة المنفية طب الجملة المثبتة I like it too وأنا بحبها أيضاً أو أنا بحبها as well يعني أيضاً طيب في حتة كده يا شباب برضو زيادة اسمها and nicer دي حتة زيادة خاص بداية الدرس دي بنستخدمها في الجملة المنفية لما يقول لك علي count drive علي ما بعفش سوق عايز أقول وأنا كمان أقول and nicer can I ولا أنا كمان and nicer can I طب لو جملة مثبتة أقول and so وفعل مساعد فعل حاجات دي زيادة أبحاغ أجيب لك كل الأفكار عشان ما جيش فكرة في الامتحان اللي ما تكون عارفها فراكز في الكلام ده في عندي كلمة يا شباب اسمها half half يعني نص بص يا ابني كلمة half تقريباً نفس شرح كلمة أقول يعني إيه يا مستر يعني لو لقيت بعدها اسم غير معدود اسم لا يعد خلاص يبقى الفعل مفرد half half زي شجر نص السكر نص السكر السكر لا يعد يبقى إز أو ووز مفرد إنما لو جيب بعدها اسم جمع يبقى برضو فعل جمع half زي شجر نص الطلاب or وبردو فيه half وفيه half of لو الإسم جاي على طول من غير أي حاجة يعني مثلا boys كده قلت لك half boys نص الأولاد هنا غزباً عنك half بس إنما لو في ملكية my books مثلاً هي أدامة في ملكية في إشارة في أي حاجة هنا ينفع تقول half وينفع تقول half of براحتك عادي الاتنين صح half of my books أو half my books تخلي بالك الشباب إنه في حتة مهمة جداً لو أنت بتتكلم عن تعبيرات المسافة أو بتدل على زمن أو فترة ما ينفعش حط of يعني لازم يقول half an hour ما فيش اسمها half of غلط half aloof نص الغيف half a mile نص ميل ما ينفعش حط هنا كلمة of تبقى غلط حيث دي مهمة أوي جات في نتحمى الرئتين مع التعبيرات دي ما يجيبش of my house is half a kilometer from here half aloof is طيب في عندي تاني يا شباب معلومة مهمة جداً جداً ركز عن معلومة دي لما تلاقي لك مثلا we waited for you في دينا مسيليناك for قدب one أدي عدده and a half one and لازم a half وحط اسم جام يبقى hours معلومة دي مهمة يا جما يبقى عدد and a half لازم ممكن جاءك في الاختيارات half بس لأ لو أنا بتكلم عن واحد بين اتنين لو بتكلم عن بين اتنين بس أجيب each يعني أنا عزل أنا مسك ألم في كل إيد يبقى قول بش كده أنا مسك ألم كده in each hand في كل إيد ليه قلنا each hand لأنهم ديالت نين بس في كل إيد اسمها each hand لو كنت قلت in post كنت قلت in post hands في ديالت نين إنما لو أكتر من اتنين لو أنا عندي يا شباب أكتر من اتنين أجيب كلمة every بقى لو أكتر من اتنين يا ابني يعني أقول لك والله مستر ده every part of my body ده كل جزء في جسمي ده سيكون مفرد كده كل جزء في جسمي is aching طبعا عندي أجزاء كتير يبقى every part إنما لو بين اتنين بس يبقى each in each hand طيب تخلي بالك من إيه بقى يا شباب لما كن بفكر في كل واحد لوحده والله يا مستر المستر يخش الفصل يوقف الطلبة كده ويبدأ يسأل each student a question هيبدأ يسأل كل تلميذ سؤال كل تلميذ سؤال كل واحد لوحده يبقى each كل واحد لوحده each إنما لما كن بتكلم يا شباب لما كن بتكلم بشكل عام أجيب every يعني every student كل تلميذ has the rightly لي الحق to take 30 days off ياخد 30 يوم أجهزة هنا بتكلم عن every student يعني كل التلميذ كل واحد ليه حق يا جماعة بتكلم عن كل طلاب إنما المدارس هيبدأ يسأل each student كل تلميذ هيبدأ يا جماعة يدي له كده سؤال intern كل واحد بالدور المرشد السياحي موقف الطلبة كده أو سواء جماعة موقف السياح وبيبدأ يدي each tourist a ticket كل ساقح تسكر فكل واحد تسكر طيب يبقى أنا عايز الناس تركزوا يا جماعة الفرق بين each و every عايز الناس كام ده مهم جدا جدا تركز لي معاه طيب في كمة اسمها every one و في زمن طبعا مع التكرار بجيب every every week كل اسبوع every ten minutes بجيب every حملاع كرة every week كل اسبوع يبقى جيب every ماشي يا شباب every بتيجي مع التكرار بجيب يا جماعة أجيب every طيب في كلمات معينة هتحفظها لي الكلمات دي اللي هي زي كلمة almost كلمة يا جماعة almost وكلمة nearly practically وكلمة without exception كده بياخد every حاجات دي الشباب بنستخدمها كل الطلب هتروح بدون استثناء يبقى every لاننا قصدي كلهم طيب اه each ينفع نستخدمها كضمير قبل الفعل لما يكون يا ابني بص I divided the bananas between the two boys each كل واحد ده فاعل هنا هو الوحدة تنفع فاعل اللي هي كلمة each كله بش حاس ما ننفعش every بس every ما تنفعش فاعل each هي تنفع فاعل يبقى انا عايز الناس بروحة كده تكون مركزة الفارق بين each و every تاني تاني لما يجيب لك واحد بين اتنين في كل each تختار each hand انما كل جزء في جسمي every part of my body في اجزا كتير لو جاب لك تكرار بنلعب كل كرة كل اسبوع كل شهر يبقى every لو جاب لك كلمة of لان عند جماعة في حاجة اسمها each of لو جاب لك كلمة جماعة of يبقى each of ما ينفعش every of وهنا بيجي بعدها اسم جمع انما الفعل مفرد يعني each of the tourist كل واحد من السياح is كذا يبقى each of each of اسم جمع انما فعل مفرد لو قال لك كل واحد اللي واحد المدارس لكل واحد سؤال يبقى each student انما كل الطلاب بدون استثناء يبقى كلمة every في عند الشباب كلمة اسمها none يعني ولا واحد دي عمنا زي نايزر بس هي اكتر من اثنين بقى يعني نايزر بتنفي الاثنين none بتنفي بقى تلات اربعة يبقى none وتاخد فعل مفرد او فعل جامع عادي يعني اما يكون اكتر جامعة باتنين يبقى هنا none بتنفي الجملة طيب في كلمة اسمها ونها في الاول اللي هي كلمة هول يعني كل بتيجي مع الاسم المفرد ويجي قبلها زا يعني هنا شباب قبلها هنا بص قول قول هنا شباب قول زفود زا زا هول مثلا كزا اسم المفرد يبقى انا عايز الناس تركز معا شباب يبقى انت ابن جرامر جرامر في شغل جدا جدا احنا عمناك حاجة اسمها كله في 4 فيديوهات كل فيديو هيبقى في 4 وحدات في في فيديو واحد هتلقى مدته بتاع ساعة هتخش بعد كده على 5 5 6 كده على كل فيديو يبقى انت خلص المنهج بتركاته بكل افكار طبعا ده مراجعة شاملة انت تفرج بسرعة عشان تفتكر انما لو في درس معين انت شايف انه واقع منك هتخش على قوام التشغيل تجيب الشرح المنهج وتجيب كل الوحدات وتجيب اليونت اللي انت شايف المحتاج تتفرج على الفيديو بتاعها بالتفصيل وتبدأ انت تتفرج عليه فرب يا جماعة يكون الفيديوهات تفيد كم ربنا يكرمكم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته